بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء ده نفس الطريق اللي احنا ماشيين فيه وإحنا بنتفقد بيوتنا بنتفقد بيوتنا عشان نعرف ايه أخبار التوافق وإيه أخبار الرضا وإخبار السعادة بنتفقد بيوتنا عشان نعرف قد ايه احنا وصلين لتحقيق مراد الله سبحانه وتعالى من إنشاء هذه البيوت إن احنا نعيش في سكينة وموادة ورحمة وعشان كده بنمر ونشوف ايه اللي بيحصل في البيوت ايه حاجة بتحصل في البيوت كده استلحنا على تسميتها التطفيف الزواجي ايه بقى حكاية التطفيف الزواجي ده احنا عندنا ظاهرة سيئة جدا بتحصل ما بين الأزواج لما الزوجة أو الزوجة يفكروا دايما بالفروق بينهم وبين بعض ودول بيكون غالبا عندهم رعونة وضيق وأكثر طريقة ممكن حد يضيق بيها على نفسه إنه يوجد اختلافات بينه وبين شريك حياته وده بيخليه يعيش وحيد داخل الجواز لكن كل ما تشوف شيء من صفاتك في شريك حياتك فهو كمان هيشوف شيء من صفاته فيك بس المشكلة إنك بتبقى في بعض الأحيين مش عايز تشوف فيه شيء منك انت عايز تشوف نفسك وبس لو إنك انت ركزت إن انت تشوف الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى جمع بسببها بينكم ممكن كتير من حاجات تتحل ولما يبقى الاتماس الأعذار عندك بتزيد فيك المظهرية وتشوف نفسك في مكان مختلف عن شريك حياتك تلتمس أعذار دايما ليك وتبقى عايزه يسقفلك ولو ما فيش حاجة حصلت انت عملتها عشان يسقفلك بتبقى عايزه يسقفلك ولو ما سقفلكش بتعتبره عدوك وفي نفس الوقت انت بتعمل ايه؟ بتهري انتقاد يعني انت عايزه يسقفلك على أصغر حاجة انت عملتها لو جبت له أي حاجة لو جبت له وردة عايزه يحس بإنك انت ملك رومانسية وإن هي تكويلك ودومك وتساعدك وتعمل دا كله ايه يعني ما كل الناس بيعملوا كده اه لا 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 دا هو دا معنى التطفيف العاطفي الزواجي التطفيف العاطفي الزواجي مش بس والتطفيف بس بيكون في الإيمان اللي موجود في قوله تعالى ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون لا التطفيف كمان ممكن يكون في كل مجالات الحياة وعشان كده في حياة يسمىها التطفيف العاطفي الزواجي بيحصل لما تشوف نفسك أعلى من شريك حياتك حتى لو بتكذب وبتقول إنه أقل فبيكون عاوز تاخد منه حق أكتالة متالت أنت بتقول عليه أقل؟ ومع زيك عايز تاخد حق أكتالة متالت وإيه تاني؟ لكن مش عايز تديله أي حاجة من حقه وعشان كده بيبقى عندك مبررات إن أنت بتديلوش حقه ليه؟ ما هو ما تدنيش حقه يبقى أنا أديله حقه ليه؟ أفضل دايما أقزيب الكلام وهو لو عبر عن رأيه أعتبره نوع من أنواع الإهانة نوع من أنواع التسلط نوع من أنواع التديق علي وأنا طول الوقت بأزيب الكلام ما حدش على فكرة بيطيق علاقة تطفيفية فيها واحد دايما يستوفي والتاني دايما بياخد منه لأنه هيجي لحظة ويحس بأنه تم استهلاكه وخلاص ما بقى كان فيه خلص وده يظهر جدا جدا لما الزوجة تقولك إيه أنا خلاص استهلكت ومش قادرة أو الزوج يقول خلاص أنا وصلت للنهاية وينفجر في وشك ويطلب منك إنك تدفع بقى كل الفواتير السابقة طب إيه سبب ده؟ سببه أن أنت ما كنتش منصف ما كنتش شخص حقاني بتعمل إيه؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فيه معروف